اشتركوا في القناة التي تعد نقلة نوعية في توجيه وتوجه دولة الامارات لتصنيع واطلاق الاقمار الصناعية وثمن جلالته في برقيته ما تتبعه دولة الامارات من منهج واستراتيجية في هذا الفضاء من خلال الاعتماد على خبرات ابناء الوطن الامر الذي جعل هذا الانجاز العالمي جزءا اصيلا في التاريخ العلمي والتكنولوجي يعتز به ابناء الامتين العربية والاسلامية واعرب جلالة الملك المفدى عن سعادته باطلاق اسمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان على القمر الصناعي كدليل على ما يعنيه هذا الاسم من مكانة عالية لدى ابناء الامارات كما بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى برقية تهنية مماثلة الى اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة بمناسبة نجاح دولة الامارات العربية في اطلاق القمر الصناعي خليفة سات كأول قمر صناعي اماراتي محلي الصنع مشيدا جلالته بهذه الخطوة المتقدمة التي تعد نقلة نوعية في توجه دولة الامارات لتصنيع واطلاق الاقمار الصناعية عرب فيها جلالته عن فخره بهذا الانجاز العظيم والمكانة العلمية التي سطرتها دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لدى العالم الامر الذي يعتبر مفخرة للامتين العربية والاسلامية مرح في تلك الحصة الامرات العربية غير الانجاز العربية العربية المتحدة العربية التخصية